اليوم ان شاء الله 22 يوم في رمضان فا اجيو معي نشوفوا ماهو الاقتراحات اللي حضرنا الفطور ديال هاد النهار هادا هادي نشارك معاكم فطع ايرقوتنية شيشة ما غدي شبعوا منها نهائيا طويجين خفيف ضريف العشاق ديال التغمس كيف معودكم دائما و جوج ديال المقبلات المقبلة اللون غدي تكون على شكل خبيزة اللي احنا متعودين انا نديرها خصوصا في هاد الوقت هادي ديال البرد والمقبلة الثانية غدي خليكم تكتشفوها باش مصايبة في الفيديو غدي نحضر معاكم ايضا عصير خفيف لديد ومنعيش بزاف تابعوا معي الفيديو حتى الاخير ونبدو على بركتي الله بالنسبة للعجين ديال الفطائر حتاجي جوج كيسان ونص ديال الدقيق الابيض اللي كيكون مغربل من قبل شوية ديال الملحة جوج معلقة صغار ديال السكر معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز وثلاثة ديال معلقة كبار ديال زيت زيتون شوية ديال زعتر سنجمع العجين ديال وغدي ندلكها مزيان 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 بكاس وربع ديال الماء اللي كيكون دافي انا قلبتها في البول ديال العجانة ودلكتها مزيان مزيان بالعجانة من بعد خليتها مرتحة حتى تضاعف الحجم ديالها كيف ما كتشوفوا معايا العجين ما كتكونش قاسحة نهائيا كتكون شوية مرخوفة ندهل يدين ديالي بالزيت ونبدأ نقطع كويرات صغار نخلي العجين ديالي كترتاح ما بين ثلاثة حتى الخمسة ديال دقيق ونبدأ نبسطها نعود نخليها كترتاح واحد ثلاثة ديال دقيق وحدين اخرين نجيب واحد الكاس ندهنه بالزيت وندير واحد الحفيرة في الواسط عليش نخلي العجين ديالي كترتاح غير باش مالي كنشكلها ما كتبقاش العجينة كترجع البلاستا كتتسرح بكل سهولة سوف نجيب سلسة طماطم انا استعملت سلسة طماطم جاهزة انتو متقدرو تحضروها في الدار ما طيش محكوكا مع معي القاس صغيرة ديالي ما طيش تلحك شوية ديال الزيت الزعتار الملحة البزارتة فيك تشحروها مزيان مزيان وكتقليوها مزيان مزيان وكتخدمو بيها نضيف ايضا شوية ديال جبن على ديك سلسة طماطم باش هكال فطائر ديانك يجو معلكين كيف ماشوا معي في الاول ديال فيديو نضيف شوية ديال الطون بالنسبة للطون تقدرو تديرو الطون الكفتة صدر ديال جج شحروه اللي كان متوفر عندكم بالنسبة للحشوارة اختيارية نضيف ايضا بسيلة وفلفلة اللي قطعتهم شرائح رقيقة نضيف الجبن وكنجيب سفر ديال البيضاء اللي مزيجت معه قطرة ديال خل وكندهال جوانيب ديال فطائر ديالي غدي نزينهم بودر الخشخاش سوف يدخلهم الفران اللي مسخن من قبل على اعلى درجة سواء الفران غازي او فران كهربائي كتشعلوا على اعلى درجة بنسبة لبنت اللي غيطيبوه فرن كهربائي فالنار تكون من الاعلى ومن الاسفل كتخت قريبا ما بين 10 و 15 دقيقة فقط وكيكونوا واجدي بنسبة لبنت اللي غيطيبوه فرن غازي فشعلوا دائما الفران على اعلى درجة يسخن كتشعلوا عليهم غير من التحت نضيف طاجين و نضيف زيت نباتية و ريس ثومة و البصلة و ماطش حبة نضيف سلسلة طماطم جاهزة و ماطش الحك و كاس ديال الماء نضيف بطاطا الحجم ديالها صغير و قطعتها قطع عليك تكون صغيرة بالنسبة لكمية تركها على حسب عدد افراد العائلة و حسب الطاجين نضيف شوية ديال الملحة شوية ديال التحميره البزار و الخرقوم و نضيف هذا المكونات يتعدون مزيان و نضيفه فوق من النار و نضيف البطاطا حتى تطبع لخاطر خاطرها باش هكا الطاجين ديالكم يجيزون بالنسبة لكمية ديال الملحة تكون كافية باش كطيب لكم البطاطا تماما سافي هنا بعدما كطيب هذيك البطاطا نحصل على الطواجين ديالي بهذا الشكل هذا في هاد المرحلة نضيف السوسس لقطعته قطع صغيرة تقدروا تضيف السوسس او للكفتا على حسب يعني اللي متوفر عندكم سافي غدا نعود نقطع الطاجين ديالي و نحطه قطيب تقريبا 21 دقيقة نعرف هاد المرحلة كتكون مهيلة باش دك السوسس كي يطيب مزيان مزيان في المرحلة الاخيرة كنضيف واحدة رشيشة ديال جبن كيف ما كتشوفوا معي رشيشة خفيفة او كتضيفوا البيض او الزيتون يعني اللي كم توفر عندكم باش مويتوا تزينوا الطاجين ديالكم سافي الطواجين ديالي كيكون واجد نضيفوا باش نحضروا المقبلات كناخد الخبيزة اللي نقيتها من قبل يعني حيت لقعدوك الاحشاب او للربيع اللي تيكون فيها من غير الخبيزة نقيت هذو كل الوريقات اللي تيكونوا كبار و قطعتها مازال ما غسلتهاش حتى غادي نقطعها و غادي نغسلها مزيان مزيان كنضير البانيو واحد شبيكة و كنغسلها سافي هنا يا غادي ندوزو باشوفوا المقبلة الثانية كيف قيت لكم غادي تكتشفوها معي في الفيديو غادي تكون هي الوريقات ديال الباربة اللي الاغلبية فينا كنرموهم ولكن كيجيو رائعين بزاف كمقبلة و كيجيو آلد بكتير من الخبيزة اللي تعودنا انا ننديروها بالنسبة للمكونات راه نفس المكونات و نفس الطريقة جربوهم و ردو عليها كيجيو خاطيرين بزاف declined بازمة حإيت هذا الحبات ديال الباربة حتى فتبيهم جانيبا حتى ننزل بيهم العصير او السلاطة و نقطع هيتوك الوريقات و حتىinen هاته مازال ما تغسلتهم غير غادي نقطع 않و 싸وني و حتى هاته مازال قدلهم البانيو الشبيكة و ننق высок strong سافي غادي استكلمر بعد ما ننسى الكيمية اللي عندي كاملة و نقوث لها كنخد البرمة و الغاد نذير فيها هاتوك الوريقات ديال الباربة غادي نضيف لiffe 1.5 Вلصق له ويجيو اليكوwarmingla Wars يمكننا تقسهم كبيرا و لا يجب الماء والسخوني نتباه الماء بالماء و لا تضيع الفوائد في الماء لا تصفيه و لا تحترق الماء بالطياب في الأسفل نضيف الماء بالطريقة فى هذه الطريقة يجب عليها بجوج بهم قد يجب عليها وضيفها ونطيبها ونفورها ونفورها واضافة ونضيف الماء كثيرا هل هذه الطريقة رائعة هنا اخذت المقيلات بزيت الزيتون ثومة والحامض مصير وضعتهم تشحروا غير كي تشحروا لكم كي بدأوا يتقلوا و سافي و ركي يكونوا واجدي نضيف الملحة البزارة الحمارة مع القاة صغيرة مملؤة جيدا دي الكامون و شوية واحد القبيصة صغيرة دي الخرقم نضيف ايضا الهريسة و الربع المقيلات بجو جدرت فيهم من نفس القامة غير المقيلة اللي غير نضيفها البربا نقصوا منها شوية دي الملحة بش مالحة بزيف لانه هي تهبطوا كي و للكيميا ديالها قليلة مقارنتها مع الخبيزة نصف هنا يا قليت البقولة ديالي او المقبلات ديالي مزيان 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 كتغطوا عليهم في الاول بوحد الطبق او بوحد الغلاقة ديال المقيلة ديالكم كتخليهم كي يطيبوا على النار اللي كتكون متوسطة حتى كي نشفو ملماء تماما و لكان مزار خصوم زيت زيتون فاضيفونهم زيت زيتون لانه هاد المقبلات ديو كيحتاجوا واحد الكيميا مهمة ديال زيت زيتون و كتخليهم كيتقلوا غير في هذه الزويتة كتقليهم مزيان 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 كل مقليتهم كل ما جوا رائعين بسه صافي من بعد كنقدمهم شوفوا معي يعني كتبقى غير الزويتة في المقلة ما كيبقاش لما نهائيا كتنشفوهم مزيان و كتقليهم مزيان كي نحاول ان نشرح لكم لانها طريقة سهلة و بساتة صافي كنقدم المقبلات ديالي و كنزينهم بشوية ديال الزيتون حمر اللي درتوه حتى الاخر مرحلة يعني ما كتطيبوش الزيتون غير كتضيفوه في الاخير سواء حمر او خضر اللي كم توفر عندكم و زينت ايضا بشوية ديال الحمض مصير ندوزو نحضروا العصير حتى جيت الباربا خليتها خضرها ما طيبتهاش حتى جيت ايضا البرتقال و التفاح يعني الليمون و التفاح والباربا و الكيمياء ديال السكر كتبقى على حسب الضوقة ندرجوج مع القكبار اللي التروار و بعد ديال اللماء و كنتحن هاد المكونات هادو مزيان مزيان من بعد ما كنحصل علي ملوب هاد الشكل هادا كنحاول انني نصفهم باش نحصل علي واحد العصير اللي كيكون ناعم و زوين بالنسبة لبنات اللي ما كيعجبوه مش العصائر ديالي فانا كندير عصائر اللي كيكونوا خفاف خصوصا فهد رمضان ما كنقدروش على العصائر اللي كيكونوا تقال يعني كتبقى غير مسألة دوق بغيتوا تتقلوا هاد العصير كتضيفوا لي الجزر مسلوق او لا البانان وبالتالي كيويلي عصير لديد بزاف و في نفس الوقت تقال يعني كتبقى غير مسألة دوق سفي هنا يا العصر ديالي كيجيب هاد الشكل هادا الفطائر ديالي ايضا كيجيو رائعين قطنيين و لدادين بزاف كيجي فيهم المدق ديال البيتزا ولكن كيجيو على شكل فطائر قطنية شوفوا معي ما شاء الله كيجيو غزالين و حشوة مع الكا والديدة بزاف و ما فيهاش مجهود نهائيا كيف ما عودتكم كنحاول نجيب لكم مواصفات لما فيهمش مجهود نهائيا وبالنسبة المقبلات ديالي كيف ماشو معي نفس المكونات و بنفس الطريقة باش طيبة البربا نفي الطيبة الخبيزة والبربا جات الجيدة الجيدة بزاف أعد دم الخبيزة غير ما بقيش تلوحوا ذو كلوريقات ديال البربا و جربوهم بهالطريقة هادي ايضا للعشاق ديال تغماس من منسيتكمش طواجين ديالكم كيجيو رائع والديد بزاف جربوه الفطور بصحة و راحة و الى اللقاء